اجابات على الاسئلة اللي عم تنترح بعد ما حكينا عن رياض سلامي رياض سلامي اكيد مش هو كل الفساد فيه منظومة هيكل فساد كبير من كل جماعة المزاهق والطواف اللي حكمت من الطايف لهلا مشتركين على نفس طولة ادارة الدولة هولي كلهم حرامي حاجة الاساس اللي بنوا علاه هو رياض سلامي ما بقى احدا يقول لي مش هو الى وحده وهذا اكيد مش هو الى وحده اجابة الثانية قصة الناس اللي عم تنزل على الايدي امات وعلى ابنوكة فيه ناس قال لا ما تنزل بتنزل ولا ما تنزل اخيه اه فيه ناس عم بتعبر عن وضبه انتوا انزلوا حتى ما يخدوهم غير ناس وغير احزاب وغير قوة وغير مبارد مين اللي عم بتقولوا انه انتهمون كل شيء خدوهم على المحل الصحب بانك مركزة مراكز الصرفين الحرامية والنصوف والابنوكة مش انه ما قالوا الحق يعبروا لا بدون يعبروا نقطة التالتة رياض سلامي الاساس ورياض سلامي اللي عم له مبارح تخريب مقصود وعملية كل يعني عم يقتل الشعب اللبناني وتسرقة مصريات وهو المسؤول على الحرام الاكبر المجرم لسرق مصريات البنانية الاهم من كل الشيء هلا على المبدو يطفع احتياط الزامي مظبوط بس ليه ما عملها من قبل الحرامة لما كانوا عم يعدوه يعمل رئيس جمهورية ويعطيه دستروق مشان هيك رياض سلامي راسك الاساس وانت الحرام الاكبر واذا بتضرب الرياض سلامي بتر منظمة المذهبجية كله المطاعة الجيهة هيدا الجواب على كل الاسئلة اللي عم تسألوني اياها موسيقى